صباح الخير او نساء الخير عليكو اي ان كان الوقت اللي بتسمعوا فيه الفيديو اه برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجديد بقولك اهلا وسهلا بيكو وبقولك لو انت لسه جديد واول مرة تسمعنا يتقدر اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اه هنقول مع بعض النهاردة سوقعات العاطفية اه لمواليد برج الميزان اه طاقتك في الاول هقولك الطاقة بسعتك في الاول اه انا شايفة الطاقة بتاعتك فيه قرار بالانفصال فيه قرار بقطع العلاقة اه دي طاقتك انت يعني ممكن الاغلب يكون الانفصال جاي من ناحيتك انت يا برج الميزان اه شايفة في علاقة حب اه ممكن يكون ده سبب الانفصال يعني ممكن تكون يعني دخلت علاقة حب تانية او بتحب حد تاني شايفاتك بتوازن امورك شايفاتك اه اه مثلك بس في الفترة دي اه بعضكو منعزل وبيفكر كتير جدا في الفترة دي دي من ناحية الطاقة يا برج الميزان. الطاقات اللي موجودة معاستو القراءة عشان ملتاش اه انا شايفة فيه طاقة نارية وطاقة هوائية وطاقة مائية اه وترابية كل الطاقات موجودة. الابراج اللي موجودة معاستو الحمل السرطان الدلو الاسد العزراء اه والجادي كتير كتير ابراج موجودة معاستو القراءة. اه نبدأ بالقراءة اه وضعك انت لوحدك ووضع الشريك لوحده. ووضعك انت انا شايفاتك منعزل ممكن يكون البعض المسافر او الشريك هو اللي يكون مسافر او تكونوا اه يعني من يعني بعيدة عن بعض من جنسيتين مختلفتين اه لكن في بعض. في بعض في سفر في مسافة. اه في اه شايفة في العلاقة الزودية اللي انا بشوفها حاليا او الطاقة اللي موجودة معي دلوقتي انا شايفة اه قرار بانهاء علاقة. اه القرار ده انت متردد فيه انت مش عارف ازا كان صحة ولا غلط. اه شايفات كمان يا برج النزان حذر جدا. اه وخلوا بالكو ان احيانا بتكون القراءة عكسية. اه شايفات برج النزان حذر من ناحية العلاقة اللي انت فيها. نسيطر على مشاعرك بتحاول تسيطر على اعصابك. فيه امور بالنسبة لغمضة. او تكون بالنسبة للطرف الثاني فيه حاجات غمضة هو مش عارفها. اه شايفة كمان اه انت عامل حساب اه يعني تعب او بيت البنى او كده يعني مش اه يعني مش عامل يعني هو ده اللي انت عامل حسابه يعني. لكن انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها حب. بس الحب ده ما بقاش موجود. في العلاقة دي. في رحيل. اه في رحيل انت يعني الرحيل ده اه بعضوك على فكرة ممكن يكون عنده اه يعني طاقة سلبية حسد اه اه سحر اه يعني فيه طاقة سلبية موجودة في العلاقة الزوجية اللي معايا دي. اه انت كمان نظرتك للعلاقة اه يعني انها بتنهار. يعني انت عشان تاخد قرار بالانفصال في كزا كرت قدامي انك تاخد قرار بالانفصال انا شايفة فيها علاقة فعلا بيعني مش مستفى خالص. اه شايفة فيها مشاكل كتير. اه شايفات كمان بتفكر كتير جدا. يعني انت بتحاول تسيطر على اعصابك وبتحاول تزهر بان انت قوي. لكن شايفة اه يعني شايفات كتير بتفكر بزبط وانت ناين بتفكر كتير بشكل العلاقة بتبص كمان احيانا. اه على حاجات انت عملتها في العلاقة دي هتخسرها هتعمل ايه. اه لكن شايفةك هتمشي. يعني انا شايفةك بتسيط كل حاجة وانشي. مش مستمر. اه شوية شايفة قرارك ممكن يكون فيه تهور. يعني ممكن يكون بعضوكو القرار اللي هو واغده فيه تهور. اه وممكن يكون تحت تأثير غضب اه او او زعل او حاجة زي كده لان انا شايفة اه مفيش يعني تفكير اه تفكير قوي او بالعقل او كده مش شايفة موجود في القراءة انا شايفة حزن شايفة بتفكر كتير متردد بتحاول تسيطر على نفسك. اه بس شايفة متهور في القرارة ان انت تمشي وشايفة اه غضب. شايفة الزعل شديد جوك. اه ده من نسبة من ناحيتك انت وشكلك كمان انت هتستعمل اثاليب كتير علشان اه عشان تعمل موضوع ده عشان انت تحيبك او عشان تمشي او لو انت كنت قرد مشيت خلاص فانت عشان تستعمل اثاليب كتير عشان تحقق او تنجح اللي انت بتعمله. بالنسبة للطرف الثاني اه اه انا شايفة زيك. يعني هو حاسس اه حمل سئيل عليه. حاسس بطعوبة في العلاقة. حاسس بما عنده مسئولية كبيرة هو حاسس بيها. كمان اه شايفة اه يعني كتير بيلجأ لان هو يفكر عايز الموضوع يتم بحكمة او العلاقة تبقى فيها عقل شوية. اه 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 هو عايز بداية جديدة كمان. يعني انا شايفة هو شايف شكل العلاقة. اه حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي. يعني حاسس بتعب. حاسس ان هو مقيد. اه في امور كتير غمضة بالنسبال ومش واتحاله. فهو تعبين كمان في العلاقة دي وحاسس ان عنده حمل كبير قوي فيها. وخايف يتهور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة. اه على فكرة بعضكم هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانتصال وعايز بداية جديدة. عايز ينطلق. عايز حرية. يعني عايز يتحرر. مش اه هو حاسس ان هو مقيد. وهنا في الزفول هو عاوز يتحرر من التقايد ده. معايز بداية جديدة. النصيحة ليك بالنسبالك للمتزوجين من برج الميزان. اه انا شايف ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها. لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني اه يعني هنا الطرب ينصحك. انك لازم تفكر. وان تفكيرك يكون انت واصرتك. وان اه ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة. الا كمان لو يكون بينصحك العلاقة الثلاثية اه ممكن تكون هي سبب اه يعني سبب اه الخسارة في العلاقة دي او اه او فشل العلاقة دي او او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما. العلاقة الثلاثية لو برج النزان موجود في علاقة ثلاثية. اه المطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت اه تستشير حد يكون اه بتوصد فيه اه عشان تقدر توصل اه يعني الحل يوصل للعلاقة اللي الكاغف ده زي صن. يعني لو انت عايز العلاقة التمر وانت عايز اه تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت تقوم مبسوط او سعيد في العلاقة. اه حاول تفكر بشكل سليم حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف الثاني. اه كمان حاول تسأل حد تتشير حد. اه ولو في لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة الثلاثية تماما. علشان انت كده اه حيرة. يعني حيرة انا شايفة قرار اللي قدني فيها حيرة كتير. اه بالجاتة ان انت كمان في عندك العلاقة سواء اللي انت موجود فيها دي اه او اللي انت راح لا انت بتحس ان انت في علاقة قدرية يعني انت بتحس انك في حاجة اه هي ده نصيبك. بس انت مش عايز كده. او الطرف الثاني مش عايز كده. كتير بتوازن امورك. كتير محتار. بتفكر. اه في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي. حاجة انت بتفكر فيها كتير. فنفس الوقت انت خايف من خسارة. مش خسارة مادية بالمعنى. لكن بيت وقسرة وحياة. فانت بسط الحاجات كتير انت عملتها في العلاقة. اه خايف تخسرها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. دي كانت ارتراقة العاطفية بالنسبة للمتزاودين. ودي كانت النصيحة بتاعتكم. اتمنى ديكم التوفيق والسعادة. والوصول لقرارات تليمة بازن الله. ما تنسوش اللايك والشير وستبقى عندي مفاجآت كتير جدا هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله. نروح للمنفصلين والمطلقين من آآ برج النيزان. المطلقين والمنفصلين من برج النيزان. آآ الكراءة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل. آآ تفكير الترفي التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي تتفكيره عشان لو عايز ربوع او كده. والنصيحة بتاعتك. الطاقة الاولى اللي موجودة بتاعتك الزتور. آآ البرج. آآ فدي يعني طاقة الانفصال فعلا او آآ او دي هدم علاقة. رغم ان انا شايفة قدامي آآ في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة. آآ اللي ورا كده ان بعضكم آآ يعني بالفعل بعد الهدم ده آآ السادة يعني يبسل قدام يراكس في نفسه او في حياته او في المستقبله. ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة آآ جديدة. انا شايفة هنا في بعضكم راح لعلاقة او ابتدى في علاقة جديدة بعد كل ده. المنفصلين الماضي بتاعك انا شايفة بعضكم آآ يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان. او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية. آآ شايفة القراءة ممكن تكون عكسية. عشان تكونوا عارفين. آآ كان في علاقة ثلاثية. شايفة طرف آآ آآ ندمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة. آآ شايفة علاقة ثلاثية. ممكن يكون آآ بعضكم نسافر في سفر. لكن بالنسبة للمنفصلين والمطلقين انا شايفة في نسبة رجوع. يعني في رجوع ممكن يحصل آآ العلاقة من الماضي. آآ شايفك يعني بتبط على العلاقة كتير. آآ كنت مثلا عايد تحافظ عليها. عايز آآ برضو العلاقة دي الدوجية دي او اللي قبل الانفصال كان فيها غموط كان فيها كلام حاد حصل كتير. آآ كنت حاسس فيها انت مقيد وانت مش آآ مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك في وضعك في ظروفك. آآ حزين دايما حاسس بخسارة. يعني انا شايفك كنت في وضع سيء جدا. في لغبطة كتير. آآ نوعا ما آآ ممكن اقول ان انت كلك دور في. يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه آآ ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة. يعني شايتك آآ يعني مش آآ مفيش حماس. يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم. او متهور ومنفعل وغضبان. يعني ما بين كده وما بين كده فيه غموط ممكن ده اللي كان كتير بيوصرك او بيوصر الطرف الثاني. سبب ان في حاجات هو مش عارفها. آآ بالنسبة للحاضر. آآ انا شايفة بعضكم فعلا فيه في علاقة حب. آآ بعضكم اها يعني خرج من الماضي تماما. الماضي ميت بالنسبة له. آآ حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار وآآ حاسس ان هو سعيد. ممكن يكون متقدم لك عرض حب يا برج الميزان. او هيتقدم لك عرض حب. آآ انت حاسس يعني يعني بالذات لو انت واحدة ستة يعني في برج الميزان آآ انا شايفاك آآ وكأنك شايفة نفسك في احسن حالتك يعني. شايفة نفسك آآ حالتك كويسة آآ وضعك احسن. انا شايفة وضعك الحاضر آآ يعني احسن كتير من الوضع في الماضي. ده بالنسبة للوضع الحاضر آآ لكن بالنسبة البرج الميزان نخلي بالنا آآ يعني من علاقات آآ يعني من حد يضحك علينا. علاقات آآ من غير زواج. آآ يعني علاقات آآ يعني يكون فيه آآ آآ هوى ونفس وسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية تواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا في كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح آآ عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احجر آآ من بعض الخباثاء في الفترة اللي انت فيها دي. لكن انت سعيد. وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان. آآ آآ يعني عايز تكون حر. عايز تكون منطلق. آآ بتقفل على نفسك اي اي يعني مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد كلمت في حب حد كلمت في ارتباط. انت في كل الكروت مسيطر على نفسك على مشاعرك آآ آآ عايز تعيش كده. يعني عايز تعيش حر. او عايز تكون في علاقة بس بحريتك. مش عايز تكون آآ مقيد خالص. لان يعني الظاهر انك انت التقايد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده. التقايد والحزن والآآ والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي فاتت. انت اتعقدت منه شايفك هنا بالدفع عن نفسك. هنا انت واقف حاضر. عايز تكون آآ منطلق اكتر في حياتك او تحب بحرية اكتر. او تختار آآ زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد آآ يعني ليه ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك. انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها. وفي نفس الوقت ما تظلمش حد. ده تذكيرك في المستقبل. ولا انا شايفاك كمان انك هتقدر تعمل ده. هتبعد عن اي حاجة شايفاك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تدايقك ممكن تأثر عليك او على تذكيرك. آآ يعني كثير تذكيرك في تحرر آآ في آآ في تغيير. في تغيير جزري مش تحرر بس. في تغيير من كل حاجة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. الطرف التاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا. انا شايفة الطرف التاني يا برج الميزان عنده حب ليك. فيه حب. في حب وحب كبير جزا. آآ حاسس ان هو مخدوع يعني حاسس ان انت خدعته وحاسس ان انت سيته من غير سبب. آآ كتير بيفكر او يكون بيتشفي من العلاقة حاليا. يعني هو حاس ان هو يعني اتعن كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي. لسه بيبص على الماضي. شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي. لسه بيفكر فيك. آآ لسه نستني منك التواصل او نستني ان انت آآ تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع. تيه حب ديس. ده من ناحية الطرف التاني. آآ بالنسبة للمطلقين والمنفصلين. النصيحة بتاعتك يا برج الميزان آآ يعني تفكيرك صح. آآ يعني نصيحتك انك انت اولا ما تتصرعش في علاقات. دي اول حاجة. اول حاجة انت ما تتصرعش في علاقات. ممكن دي زي اللي شفنيها. ممكن تكون انت في الوقت الحاضر آآ انت كويس مرتاح وضعك مستقر آآ كتير منكو بالنسبة للمظيمات آآ حاجات كده يعني عندك فعادة في انتظارك آآ بس. ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او في علاقة حب. هي ممكن تكون مصدقة. للبعض منكو اكيد مش فيكو كلكم. آآ هي مصدقة او فيها نوع من انواع الخبط او آآ او فيها اغراض معينة. مش آآ آآ مش بريئة يعني. فهنا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتصرعش في العلاقات او في الارتباط. آآ لازم تفكر كويس آآ قدر نفسك وشوفها بالشكل الصح انت كويس آآ تسفحق آآ يعني آآ انت قدمك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تسفحق كده آآ عندك كمان امنية آآ انك تسعى علشان تحققها. او تكون انت بالفعل تسعى علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها. في امنية كبيرة عندك عايز تحققها. وآآ بيقولك اسعى ليها الامنية الموجودة وهتتحقق ان شاء الله. ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين. لكن انا ما شفتش عشان اللي هيثقلني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني. ما فيش ارتباط. الا البعض انا شايفة بعضوكم فيه ارتباط هو في ارتباط في العالم حاليا او بيعيش قصة حب او علاقة حب آآ آآ بعضوكم يخلي بالو وبعضوكم في علاقة فيها السعادة وفيها استقرار. وبعضوكم فيه رجوع من الماضي. الطاقات اللي موجودة معي في الفراقة قبل ما انسى آآ الطاقة النارية معيكو كتير. الهوائية زيكم الطاقة المائية. آآ طاقة ترابية بسيط. الابراج اللي موجودة. موجود معك بورج الاسد. الجابي. آآ ابدالو الحوت. الميزان. السرطان. آآ العقرب. يعني هي دي والعزراء. آآ دي الابراج اللي موجودة معيك او لاناش قدرت اشوفها حاليا لكن كل الطاقات آآ موجودة معيك في القراءة. آآ حظ السعيد وموفق للجميع ان شاء الله. ونروح للعزبين والغير المرتبطين من برج الميزان. في النسبة للعزبين والغير مرتبطين آآ ساقطة في الشهر ده برج الميزان. انا شايفك آآ يعني آآ بتحتها في المقصود آآ في حاجة جديدة عملتها. او ممكن يكون بعضوكو داخل في علاقة جديدة او في حالة حب. آآ آآ لكن شايفة اللي بعد كده تباعد. آآ آآ و علاقة ثلاثية. مش عارفة ليه برج الميزان انتا قدتكم النهاردة معي فيها كتير علاقة ثلاثية. كلكم التزوجين والمطلقين والعزبين. الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة فيها علاقة ثلاثية. ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد آآ في علاقة هو عنده طرف تاني آآ بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مفتوض بيها جدا. فعيد. آآ حاسس بنفسك. حاسس آآ يعني يعني اسعت حاجة في الدنيا. يعني كنت واحد وضع للبصد. آآ كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك. بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف ثالث او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث او فيه طرف ثالث. آآ كل الحاجات الاولى دي آآ اتقلبت. آآ شايفة شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا. لكن العلاقة فيها حب. يعني كان فيها حب وفيها حب قوي. يعني كل قروط الحب موجودة يعني. كان فيها حب وحب كبير كمان وآآ كان فيها توازن وفيها تناغم. انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها. حاسس كمان ان دي آآ تنفى علاقة تكون الزواج او تكون بالاستقرار. يعني انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة. ان هي علاقة كويسة وبصالحة وتنفع زواج وحب والاستقرار واطفال وكل حاجة. لكن فيها مشاكل. او فيها تدخل من اشخاص. وفيها طرف وثالث عند البعض. آآ الحاضر بتاعك آآ انا شايفك آآ حاليا انت صادر على حاجة. في حاجة مستنيها او حاجة مستني النتيجة بتاعتها. انت في حاجة صادر عليها. آآ كمان في عندك كتير آآ تفكير في ناحية مادية. تفكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك الماضي او آآ ان تعطي لك عن الارتباط او عن الحياء المستبقى في ظروف مادية. يعني انا شايفها مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا. التقاطي اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفها المائية الهوائية والنارية والترابية. كل القفات موجودة. والابراج دي معاك الاسد. العزراء. الميزان. ما كم بعض كم بيحب حد من نفس البرج. آآ الدوزاء. آآ قلنا الاسد موجود. آآ دي الساقات ودي الابراج اللي موجودة معك في الكراءة. آآ انا شايفاتك الخاضر انت كتير بتفسر في موضوع المادة. بتحاول تسيطر علي موقف انت بالفعل موجود فيه. بعضكم حاسز بظلم. عايز ينتصر على حاجة. آآ يعني فيه حاجة تمان انت مستني النسيجة بتاعتها. فيه حاجة بالنسبة لك هي اهم حاجة. يعني هي اللي هتغير حياتك كلها. وانت مستني النسيجة بتاعتها. آآ الحاجة دي ان شاء الله. انا بعضكم منفصل عن حبيبه. خلان. آآ شايفة بعضه. شايفك حزر شوية. او الحبيب هو اللي يكون حزر شوية. آآ شايفك في المستقبل. آآ يعني كتير هتبقى زكي وشاطر وناصح. يعني انت زكي يا برج النزان. آآ لكن هتكون عندك آآ يعني آآ هو بصه هو كده كده العام ده عم تغير. انا شفتك انت. وبرج سور. وبرج يعني كزا برج في عنده تغير جزري في شخصيته. انت المستقبل بتاعك آآ هتكون حزر شوية. هتخلي بالك لان انت في الماضي بالنسبة لعزبين ومزر المرتبطين انت تجرحت كتير. خطت عناك كتير. اتغادر بك كتير. مش مش هتقدم حبك لاي حد. آآ كمان خلي بالك في المستقبل من آآ خباع او سرقة او آآ او احتيال آآ بالذات في مشاعرك. لان احنا هنا بنتكلم عن العاطفة. اي اي عرض حب يتقدم لك في الفترة اللي جاية حاول تفكر فيه كويس جدا. يعني فكر بعقلك وما تفكرش بقلبك في الفترة اللي جاية آآ او ازندين اللي اتنين. لكن آآ اي عرض حب يتقدم لك فكر فيه كويس وما تقدمش فيه الحاجة غير بعد ما تشوف العرض ده مناسب ليك وآآ وتحبه او يعجبك ولا لأ. آآ كمان عشان تقدر توصل لعلاقة حب نكحة آآ في المستقبل انا شايفك شوية من وقت للتاني هتكون ببصع الماضي هتكون حاسس بخسارة. لا حاول تخرج من شعور الماضي والخسارة علشان تنتقل لمرحلة جديدة لان انت عندك مرحلة جديدة في يعني في الوقت اللي جاي او في فترة اللي جاية ان شاء الله. آآ في عرض حاليا بتتقدم لك او ناس حواليك او معجبين لكن انت لا تبالي وشبه مشوخي تبالك. لبعضكم في تذكير شوية حاجات تانية او في الماضي لسه. آآ النصيحة بتاعتك حاول توزن امورك حاول تكون عادل. انت برج الميزان طبعا عادل. عندك برج الكوز كمان معاك يا برج الميزان آآ وبرج الصور. آآ آآ يعني حب النصيحة بتاعتك بتقولك حب آآ بس ما تقيدش نفسك آآ ما ما توصلش لدرجة الخسارة آآ حاول تخلي يعني الامبراطورة آآ تكون في الوضع ده. يعني وانت بتحب ما ما توصلش لدرجة البهدلة. او ان انت تتنازل. او ان انت آآ تعمل حاجات انت ما ينفعش تعملها. لأ ايش حريتك حاول توزن في تذكيرك بين قلبك وعقلك آآ عندك علاقة حب جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله ولو مش موجود. ولو انت في علاقة حب هي العلاقة دي طول ميت آآ يعني هي علاقة حب ان شاء الله شايفها ابدية شايفة فيها نجاح. اللي ما عندوش آآ يخلي باله. آآ هو هيجيله علاقة حب كويسة ويخلي باله من العروض اللي فيها آآ غشة او خداع او كده في الفترة اللي جاية تخلي بالك. وبيقولك انك تفكر بعقلك قبل علاقة. ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبتين. آآ شكرا للمتابعة بورج النبي. وب Понق الشري للمتابعة بورج النبي اللي مش موقع بورج النبي